حققت فدققت لجنة خبراء النائب العام ثم خلصت إلى أنه كان بالإمكان تلافي كارثة فيضان درنة لو أخذت أداته بالتوصيات منذ عام 2003 وكل مسؤول السدود المتعاقبين منذ ذاك العام مسؤولون على الإهمال الذي أدى إلى الكارثة الإهمال مرتان أسقط السدين مرة قبل الإنشاء وأخرى بعدها فنظام تصريف المياه بحوضهما لا يعمل بصورته التصميمية ونظام التسريب منسد بتراكم الطمي منذ عام حسب خلاصات لجنة الخبراء سد البلاد مثلا تعرض له بوط تجاوز الحدود المسموح بها وفيه تشققات في جسمه وتتسرب المياه منه بكميات غير مسموح بها وكذا سد بو منصور طاله التشقق والتسرب وفق الصور وضع الأرقام يدل على خطورة الوضع فيما لو حدثت الفيضانات قريبة من حجم الفيضان التصميمي فإن حكمية انهيار السدين واردة بشكل كبير جدا لذلك قام المكتب السويسلي بوضع توسية تنفيذ سد ثالث في المنطقة الوسطى والعمل على زيادة مفيد لكل سد وإجراء سيانة شاملة للسدين انتهت الأمانة الاستشارية لأنه كان بالإمكان تلافي كارثة فيضان سنة 2023 انأخذت جهة الإدارة بالتوصيات منذ سنة 2003 وكل المسؤولين المتعاقبين من سنة 2003 إلى تاريخ السد يعتبروا مسؤولين عن هذا الأهمال لدنا الكارثة رصدت اللجنة هبوطا في جسم السد وتحركا لطبقة الركام الحجري تاركة علامة على ضعف بنيته فعدم الصيانة أسهم في انهيارهما جراء تسرب المياه عبرهما وفوقهما بالتوازي ناهيك عن إهمال مراقبة تسرب المياه في السدود عبر السنوات الماضية وقصور أعمال الصيانة ما أدى لتشققات في النواة الطينية وقلل من كفاءة السد الإهمال وصل إلى غياب نظام كامل للإنذار المبكر وعدم تنظيف الترسبات الطينية وتعطل البوابة السفلية وخروجها عن الخدمة مقابل الثلاث العليا التي تصرف جزءا صغيرا كذلك تم ملاحظة بيزومترات قياس التسرب بعد حدوث الانهيارات الجزئية لللب المتبقي بشكل واضح والتي أهملت من قبل مسؤولي دار التشغيل السدي ووادي درنة لمراقبة تسرب المياه في السدود عبر السنوات الماضية قصور أعمال الصيانة وعدم تنفيذ التدبير اللازمة لتأهيل السدين أدى إلى تشققات في النواة الطينية وتصدعات في المواد الركامية مما قلل من كفاءة السد وزاد من حدوث تسرب المياه وساهم في انهيار السدود المنشآت الإضافية الموصى بها كانت ستحول دون انهيار السدين في درنة المكلومة والمتعاقبون عليها لم يتعاقدوا على تنفيذ مخطط الإنشاء بكامل جوانبه وعلى المقترح الأسسي الذي يتضمن ثلاث سدود كبيرة وتسعة متوسطة وواحدا وستين سدا تعويقيا وإذا أكل لهذه التجاوزات فالانهيار حتمي تقول لجنة الخبراء القضائية أمام ثمانية وستين مليون متر مكعب من المياه أي ثلاثة أضعاف الفيضان التصميمي ومجددا الإهمال وراء الكارثة كما يشدد النائب العام بل ويضيف أنه ولو نفذت السدود بمنشآتها الإضافية لما حدثت الكارثة وفق أسوأ تقدير لعاصفة دانيال التي خلفت ألما لن ينساه سكان مدينة الياسمين درنة